بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشراء المرسلين أما بعد مرحبا بكم تلاميذي يا العزاء في هذا الفيديو الجديد والذي سوف نتطرق من خلاله إلى كيفية التعامل والحل للطلباء الذين لم يتسنى لهم استخراج شهادة التوجيه ووجدت الكثير من الأسئلة في قناتي والتعليقات على أن أغلب التلاميذ لم يتحصلوا على شهادة توجيه يعني ما دخلوش وما شفوش شهادة التوجيه وكين اللي شافها وكين اللي ما خرجهاش بإذن الله في هذا الفيديو راح نعطيكم فكرة أو حل صغير جدا يعني تحللكم هذه المشاكل جميعها ولكن لا تبقوا علينا بالاشتراك معنا في القناة ليسلكم كل جديد منا واللايك على الفيديو ولا تنسوا مشاركة هذه الفيديوهات أو هذه الطريقة مع زملائكم لتعم الفائدة أكثر بإذن الله تعالى إذن لدينا هذا الموقع الجامعي موقع التسجيلات الجامعية مغلق الآن يعني في اللحظة هذه ره الموقع مغلق عزيزي الطالب نعلمك أن موقع التسجيلات الأولية مغلق حاليا يرجى منك إعادة تصفح الموقع يوم 12 أوت مساء للإطلاع على نتائج توجيه هذه الكلام أو هذا الكلام موجه للتلاميذ الذين قاموا بالمرحلة الثانية واش معناها؟ معناها جماعة لمعطوهاش اختيار من العشر اختيارات الأولى رحين المرحلة الثانية التي قمنا بشرحها سابقا يعني هذا الكلام منطبق على التلاميذ الخاصين بالمرحلة الثانية هنا المرحلة الثانية نأتي الآن إلى رزنامة التسجيلات النهائية يعني هنا فيها تسديد الحقوق باش تعرفوا بلي عند تسديد حقوق الجامعية يعني اللي هي 20.000 كيتخلصوا 20.000 بلي راكم سجلتوا نهائيا يعني العامل فياتوا هذا العام راه سفر ورقة جماعة لي قالت لي بلي مخرجناش هذا التوجيه راكم ما تحتاجوهاش يعني كوثيقة ورقية لا تحتاجون شهادة التوجيه نهائيا لأن لدينا أخبار بأن التسجيل لهذا العام سفر ورقة يعني التسجيل كله عبر البروغرس بطريقة سهلة جدا هذا كانت إجابة على التلاميذ الذين قالوا لي لم نقم بطباعة شهادة التوجيه ولكن رأوا التواريخ اللي يمكنهم التسجيل من خلالها يعني باش يخلصوا في اليوم يعرفوا نأتي الآن إلى الطريقة التي قلتها لكم للتلاميذ الذين لم يروا التواريخ ولم يقوموا بتحميل شهادة التوجيه نهائيا هناك فكرة صغيرة جدا وهي بسيطة هنا بإذن الله التسجيلات راح تكون من 10 الـ 15 عبر رابط البروغرس هناك ما راكم تلاحظوا عند الضغط على البروغرس يعني الموقع اللي راح نخلصوا منه نجده لم يتم فتحه لحد الآن يعني أغلب التلاميذ اللي قمت باستخراج لهم شهادة التوجيه أغلبهم كامل يبدو من 11 حتى الـ 15 يعني حد الآن ما تحتش في واحد عنده تاريخ 10 أوت مفهوم يعني هذا لا يدل على أننا لأنني من الصبح وأنا أنتظر الموقع لكنه لم يفتح بعد كما قلنا نضغط على كلمة بروغرس هذه بروغرس وندخل مباشرة عند فتح الموقع نبقى نجرب كل يوم يعني في العشرة وفي الـ 11 وفي الـ 12 وفي 13 وفي 14 و15 عدنا 6 يام هذا الجماعة اللي ما شفوش التواريخ اللي راحين يسجلوا فيهم يجربوا كل يوم يعني كل يوم عندك الانترنت بإذن الله عند فتح الموقع سوف أضع لكم فيديو كيفش تجلوا حدكم في المنزل أو عبر الهاتف يعني تجلوا وحدكم ما تجلوا عند حتى واحد هكا باش تضمنوا أنه أولا المعلومات المعلومات البطاقة الذهبية تبقى محفوظة وثانيا تضمن التسجيل تعك بهذا الشكل البسيط كما قلت لكم الفكرة بسيطة جدا وهي أني نجرب كل يوم كل يوم ندخل الموقع بإذن الله من الليل أو غدا يفتح الموقع لأني كما قلت لكم من الصبح أحاول أن أفتح الموقع لكنه لم يفتح لحد الآن يبقى كل يوم يجرب هنا من يجرب ويكسب المعلومات الساعو إذا ادخل إذا ادخل الموقع يعني تمكن من تسجيل دخول إلى الموقع يعني هذاك النهار هو المعني به إذا مدخل للموقع قال المعلومات خاطئة يعرف باللي مهوش النهار اللي عنده هذاك هو وأيضا لي ما عندوش الانترنت أو يريد مساعدة مني أنا هنا بدوري أساعدكم في كل خطوة بإذن الله تعالى وأيضا لما لدي أي سؤال أو أي سفسير فقط اكتبوا لي في التعليقات وسوف أجيبكم بإذن الله تعالى وأتمنى أن أكون قد أفتكم بالقدر المستطاع تلميذ العزاء ونلتقي في شرح آخر حول كيفية التسجيل كما قلت لكم عند فتح الموقع بإذن الله تعالى أتمنى أتمنى أن أكون قد أفتكم بالقدر المستطاع ونلتقي في شرح آخر بإذن الله تعالى أتمنى أن أكون قد أفتكم وفهمتم المعلومة جيدا عندكم التعليقات لا تنسوا أي سؤال وسوف أجيبكم بإذن الله تعالى على أي سؤال دمتم في رعاية الله وحفظه شكرا